الشأن التربوي إصلاحات لجنة بنزاغو التي وجهت لها الكثير من الانتقادات اليوم وبعد 12 سنة على تنصيب لجنة إصلاح المنظومة التربوية يرد بنزاغو على منتقديه ويدافع عن إصلاحاته التي قال أنها لم تطبق إكرام طيباوي في هذا التقرير بعد 12 سنة تمر على تنصيب لجنة إصلاح المنظومة التربوية التي ترأسها بن علي بنزاغو في 2003 لا تزال ما تسمى بإصلاحة بنزاغو إلى يومنا هذا تواجه سيلا من الانتقادات وتلسق بها جميع إخفاقات قطاع التربية انتقادات واجهها بن علي بنزاغو اليوم بالرفض جملة وتفصيلا الإصلاح يجب أن يكون مستعداً تمر هذا ما يراه بنزاغو فلا يعقل أن تطبق إصلاحات 2003 في 2015 تراجع مستوى التلميذ الجزائري راجع إلى عدم استكمال البرامج الدراسية والبيداغوجية ونقص تكوين الأساتذة ترجمة نانسي قنقر